بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوساق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولي لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلوا الأنعام والنار مثوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له صوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفي ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زيدهم هدى وآتيهم تقويهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتا فقد جاء أشراطها فأني لهم إذا جاءتهم ذكريهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثويكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزل السورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولي لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمي أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملي لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيميهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيء أو وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلمون والله معكم ولن يترك أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ترجمة نانسي قنقر